ربما توصلت الحكومة الاتحادية إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان ينهي المشكلات العالقة بين الطرفين ويذيب جليد العلاقات الذي ترى كما نتيجة للاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته الأخيرة وشهد منتدى دافوس الاقتصادي بحسب مراقبين جولة ثانية من المباحثات الرامية إلى إيجاد خريطة طريق لحل الأزمة بين بغداد وأربيل بعد أولى سبقتها جرت وقائعها في بغداد حكومة الإقليم وافقت على تسليم جميع الصادرات النفطية والغازية للحكومة المركزية من خلال شركة سومو شرط أن تدفع بغداد رواتب موظفي الإقليم وترسل موازنته كاملة لقد وافقت حكومة الإقليم على تسليم جميع الصادرات النفطية والغازية للإقليم للحكومة المركزية من خلال شركة النفط الوطنية سومو المسؤولة عن تصدير البترول العراقي وبعد ذلك يتم التصرف وقد تحدثت عن الميزانية وما هو عائد لحكومة الإقليم منها والميزانية حاليا في البرلمان العراقي التي آمل أن تقر في الأيام القادمة وبحسب رئيس حكومة الإقليم نيجر فان بارزاني فإن الحوار بين بغداد وأربيل يعد بداية جيدة لاتخاذ خطوات فعلية لحل المشاكل القائمة قبل الانتخابات المقبلة مبينا أن الاستقرار يصب في مصلحة جميع الأطراف مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم رحب بانتقال العلاقات بين بغداد وأربيل من حالة الجمود إلى مراحل عملية وتنفيذية لحل المشاكل مؤكدا أن الجانبين يخوضان حاليا حوارا هادئ لحل كل المشاكل القائمة تلوح في الأفق بداية جيدة عنوانها الاتفاق التام بين الحكومة والأقليم على إنهاء جميع الخلافات والاتفاق النهائي لخدمة العراقيين في كل زمان ومكان